سبعون سنة تمروا على انطلاق الثورة التحريرية المجيدة ولا يزال سكان وادي العنب الجهة الغربية لولاية عنابة يستذكرون أروع البطولات في وجه مستضمر غاشم كان يزوج بثوار المنطقة والقرى المجاورة في سجونه التي تبقى شهيدة على وحشية فرنسا الاستعمارية المحتل الفرنسي كان يستغل تواجد مراكز التعذيبي في مناطق نائية بعيدة عن آيون منظمات حقوق الإنسان للتنكيل والتفنون في تعذيب الجزائريين تل إعدام كما نعرف بكري الجنزانة ذيكا ليحكموا لتم بالإعدام الإعدام وين يد يقتلوا كان بلاصة يقول للمية تسعة يد يقتلوا تمها وعندهم طابلوا ويسيشلوا في اليوم بدا قتلوا وكان بلاصة في المويرح جيت شايبة كده ليك هذا كوسير يقلتم ويقتلوا هذا مركز يعني مركز اللي يجيلوا لأني بكري يقولوا هو لأني مايروحش هذا من الناس حتى لحق تعليم الساكن ميكان وانا حتى الشعبة قالوا لي احنا ما نقدرش نعيش وننظروا البصد كوعداء من التعذيب مركز التعذيب المنتشرة في الولاية هي عينة صغيرة عن فضاعة الجرائم التي ارتكبت فرنسا الاستعمارية في حق شعب كان مصدر إلهام لكل شعوب العالم في الكفاح البطولي من أجل نيل الحرية والاستقلال فغدت معاركه مرجعية لثوار العالم وأحراره ترجمة نانسي قنقر